زمالك بقى فيش سؤال دايماً محيرني هل التشكيلة الليع بيها جزيج وميز المباراة الأخيرة وتحديداً فكرة إنك تلعب بناصر ماهر وعبدالله السعيد وإحمد حمدي في وسط الملعب بتكلم في مجموعة لعيبة ماهرية زمالك إن عندنا جملة شهيرة جداً أكل شهاية يعني دماتي لكن الملعب ما يستحملش ده كله شوف ناس تحملوا يستحملوا نص كمان وأدوارهم حلوة في الملعب يعني في المباراة الأهلي تفتكر هيعمل نفس الفكرة ولا هيحط كمان وسط بقدرات دفاعية زي محمد شحاتا مع دونجا ده السؤال المهم هل الملعب يستحمل إن انت تلعب أحمد حمدي وعبدالله سعيد وناصر ماهر التلاتة دول في وسط الملعب يعني بينضم كمان ناصر ماهر عليهم ودونجا يبقى موجود كراجل ديستروير بس التلاتة التانين لو ناصر ماهر وأحمد حمدي وعبدالله سعيد أنا من وجهة نظري الراجل هيلعب كده هيلعب كده ليه هشرح لك بس في نفس الوقت ده ريسك كبير جدا لإن انت بتلعب قدام النادي الأهلي والارتداد الدفاعي بتاع أحمد حمدي وعبدالله سعيد أنا من وجهة نظري في بعض المشاكل تعال نشوف نادي الزمالك ليه بيلعب كويرة كتيرة في وسط الملعب حل حلو ما ليجي نتكلم هنا على مبارات الزمالك والاتحاد اللي فاتت عاوزك تبص على ناصر ماهر اللي مفروضه وينج بص راجل بينزي اللي استلم فين الملعب كله ناحية الشمال فاضي أنا مش عاوز همسك ناحية الشمال نكمل حالة ناصر ماهر هو عادي عاوز ناصر ماهر عشان كده مصطفى شلبي ما يقدرش يخش له جوه العمك يا كريم مصطفى شلبي دايما رجل جناح خط بس بالزبط كده شوف الكرة اللي بعدها بص هنا لحظة بس اقف اقف لحظة واحد اقف لحظة واحد هنا ده الشكل اللي بقول لك علي بتاعنادي الزمالك بص الاتنين موجودين فين هتلاقي إن عبدالله السعيد وجام بدونجا هنا أحمد فتوح عمر جابر هناك نفس الكلام سامسون وبرضو زيزو داخل جوه العمك هو أحمد شحاته وناصر ماهر نكمل الكرة هتلاقي أحمد فتوح أول ما يستلم الكرة ناصر ماهر هيتلعب له الكرة يوم ناصر مستلم بلعب نادي الزمالك داخل جوه العمك تاني بص مين اللي اتحرك هنا أحمد حمدي أم داخل لكل اللي نادي الزمالك بيعملوا إن هو بيحاول في العمك يملأ أكتر عدد من اللعيب عشان يفضل نفس الكلام مين اللي استلم الكرة ناصر ماهر الوينج مين اللي نزل خد منه الراجل رومين كليميكر اللي هو أحمد حمدي اللي بيلعب بمونتها الأريحية كراجل صنع ألعاب ومين اللي جنبه هناك جنب الحكم دازيزو داخل جوه عمك المرعب نكمل الحالة هتلاقي أول ما هيستلم الكرة أحمد فتوح قرب عليه دايما أحمد حمدي لغاية لما الكرة تتلعب أحمد حمدي هتطلع نفس الكلام بص بقى مين اللي اتحرك هنا واخد الكرة عالية ده ناصر ماهر وهيلعب الكرة ده الشيب الأولاني الكرة اللي بعدها على طول نفس الكلام نادي الزي مالك بيحضر أدي دونجا موجودة هو ناصر ماهر اللي بيستلم في عمك المرعب المفروض لما بصت على الكادر مش هتلاقي حد أصلا عشان نادي الزي مالك عاوز يلعب الكرة دي من فوق الخط الدهر الدفاع نكمل الكرة زي ما احنا وتلعب الكرة لسامسون لغاية لما تيجي اللقطة المهمة جدا اللي كان الراجل كان بيزعق فيها للعاب نادي الزي مالك وكان نفس الكلام هتلاقي أحمد حمدي عطول وزيزه جوه داخل جوه المنطقة فالزي مالك بيعتمد كله على عمك بص بقى الكرة دي هنا نفس الكلام عبد الله سعيد بيستلم الكرة نادي الزي مالك الميزة اللي فيه انه بيقعد ينقى الكرة بص بص بقى هنا على الراجل جومز بيعمل ايه نرجع بس كمان كمان واحدة قبل ما فتوح يستلم نرجع كمان كمان شوية حلوين كده عاوز اجيب الرياكشن بتاع الراجل ايوه اول ما الكرة تلعبت لأحمد فتوح هتلاقي جومز عمالي شاور للعيبة اللي وقفة وده خش اضرب في ظهر الدفاع اتحرك في ظهر الدفاع هو عمالي شاور يقول له حد يتحرك في ظهر الدفاع فببص بقى احمد فتوح اول ما يستلم الكرة نكمل المفروض هنا اللي كان يحصل يزيزو يحمد حمدي يتحرك في ظهر الدفاع لان ناصر سحب معه الباك فهتخلق المساح هنكمل الكرة فاول ما احمد فتوح هيلعب الكرة مين اللي هيستلم هنا احمد حمدي ولكن نكمل الكرة الكنترول بتاعه كان حاول ان هو يلعب مع سامسون ولكن الكرة بعد كده سامسون بلفه تعال بقى نشوف الهدف اللي جي بعده على طول بنفس الطريقة عشان تعرف ان ده حاجة متكررة عبدالله السعيد واقف ناصر ماير في عمق المرعب احمد حمدي هوا بص بقى هنا اول ما ناصر ماير هيستلم الكرة مين اللي هتحرك له نفس الكلام برضو هيتلعب له سامسون ودي كانت هاجمة خطرة قبل الهدف اللي ييجي لنادي الزمالك هيتلعب سامسون الكرة برضو ولكن بص على طول لعيب نادي الزمالك جوه العمق الحالة الاخيرة معنا الحالة بتاعت الهدف هنا بقى نفس الكلام بص بقى عاوز اتكلمك بص ناصر ماير فين واحمد حمدي فين واحمد فتوح فين زيزو بيمسك كرة نادي الزمالك بيت قلع الكرة بشكل كبير جدا مين اللي نزل هنا ناصر ماير وفتوح هو لمسك الخط دلوقتي ايه اللي هيحصل فتوح هيتمسك كرة بص بقى نفس الكرة اللي كان بيقوله تحرك في ظهر الدفاع العباء عشان ناصر ماير يحرز الهدف فاحنا بنتكلم بيفضل يمرر كتير جدا لغاية لما تخيل المساحة ويتخيل المساحة قبل ما يخش على هوا وقتلي برضو الزمالك عنده ميزة كمان في الضغط العكسي طبعا انا عايزك اسمع منك قبل بقى فل الزمالك وروح للقال ماشي هنتكلم نادي الزمالك مع الراجل ده ريسك كبير جدا نادي الزمالك بيلعب بله ان هو ببزاق خط تدفعه كله لحد ونص الملعب فبالتالي عشان امنع الخطورة تيجي عليها في المساحات دي اكتر حاجة للراجل بقى مميز فيها مع الزمالك غير طريق اللي أبدي ان هو عاوز يضغط على طول ان الزمالك يستقلص الكورة اول ما الكورة تقطع منه وهو ديك لقطتين للراجل بيزعق لعبت الزمالك عشان الضغط هنا ديكت في الدقيقة اربعة وخمسين عاوزة تبص اول ما الكورة تقطع بص 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 على جومز بيزعق اللعيبة اليوم رايح ضغط على طول قطع الكورة نكمل الكورة فالنادي لتحاد سكندري عطول ام ايه قامت الكورة مقطوعة بصوا عمالي يقول له اجري عليه اضغط عليه لغاية لما احمد حمدي قطع الكورة تاني كورة اللي بعدها نفس الكلام برضو نادي الزمالك مع الكورة اول ما الكورة هتلوح لحمد حمدي اول ما تقطع بص على جومز برضو اول ما تقطعت هيروح على طول هيسقف للراجل اللي هو برافو عليك ان انت قطعت فدي ميزة كبيرة جدا بس ده ريسق وريسق كبير جدا انت هتلعب قدام النادي الاهلي كور زي دي النادي الاهلي عقبك فهو ده الريسق الكبير اللي بيلعب بي الراجل انت زي كل خطوط دفاعك يعني بص مثلا الكورة دي هنا بقى المشكلة اللي عندي الارتداد بتاع لعيبي نادي الزمالك ناصر مير هنا بيخش عبدالله السعيد بص عبدالله السعيد راح فين قرب على الراجل بص بقى ما الكاتر بفتح لحظة واحدة بص الكاتر اللي ما تفتح مفيش غير دونجا واقف لواحده بس هنا حتى كمان خالد محمد عادل ميسي الكورة لو نزلت قدامه كان بقى فيها خطوة جدا نكمل الكورة فيه كورتين بالزبط بعدها نكمل الصورة وما فيش مشاكل خالص فهده اللي أنا بكلمك عليه الرزق الكبير النادي الزمالك لو مقدرش يقطع الكورة مع فريزة النادي الاهلي نفس الكلام هنا بص الارتداد بص ناصر مهر بص على أحمد حمدي بص مين اللي بقى موجود عبدالله السعيد ودونجا عبدالله السعيد هو الأخطأ في الهدف الأول في نهائي الكاس قدام النادي الاهلي في الدي أربعة وتمانين بسبب الضعف البدني أو قوته البدنية ما بقيتش زي الأول ما ننساش أن عبدالله السعيد بيلعب في مكان مش المكان اللي كان طول عمره بيلعب فيه عبدالله كان بيلعب أعرب لرقم عشرة هي نادي الكور اللي بكلمة بص الارتداد بتاع العيب النادي الزمالك مفيش خلص فدي تبقى مشكلة كبيرة جدا لما تيجي تلعب قدام النادي الآلي فهو السلاح زوحدين لو ما قطعتش الكورة من النادي الآلي النادي الآلي عنده سرعات كبيرة جدا ممكن يئزيج بيها بس في نفس الوقت هي قوة كبيرة جدا النادي الزمالك وهو استرجاع الكورة في مناطق الخصم أعزما كتت